من الحوديد وليحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه فار عايش في جحر في بيت ناس طيبين كان عامل جحر الغنن عايش فيه الفار لوحده الناس كانوا بيطلعوا بينزلوا والفار عايش في الجحر ساعات كان حد بيبقى طالع أو نازل بياكل حاجة زي مثلا الجبنة الرومي تقع حتة جبنة يطلع الفار بالراحة وياخد الفتافيت وياكلها جوه الجحر بتاعه وأي حاجة تقع من أي حد برضو كان بياكلها إيه ده؟ الفار كان قاعد لوحده وبعد شوية لقى حد بيأكل قطة حتة كيكة الله فرح الفار وقال يا لو القطة تسيب حتة كيكة علشان أكلها أوه فعلا يا أصدقائي القطة كلت حتة صغيرة ومشيت جيري الفار بسرعة رح واخد باقي حتة الكيكة ودخل جوه الجحر بتاعه وأكلها وبعد شوية الفار قال في نفسه هو أنا هفضل كده أعيش لوحدي ياه أنا نفسي أشوف الغابة وعيش فيها مع الحيوانات هناك وأكل أكل كتير وأشوف الشمس بقى أنا تعبت من الجحر اللي أنا فيه ده ونام الفار وصح الصبح وقرر إنه هو يروح الغابة خرج الفار من الجحر ومشي بين العربيات ياه العربيات بتمشي بسرعة قوي إيه ده؟ استنى شوية كده الفار لغاية ما العربية تهدي وبعد نجري وجري تاني الفار لغاية ما وصل أخيرا أخيرا لغاية ما كان كبير افتكروا الفار إنه الغابة وقال إيه ده؟ أنا روحت الغابة الله ياه ده فيه حيوانات كتير قوي إيه ده إيه ده؟ وإيه الناس اللي بتلعب هناك دي؟ مين دول؟ هو الناس بقيت تروح الغابة كده؟ أنا عرف إنه الغابة فيها حيوانات بس أنا همشي بقى وشوف بقى الحيوانات ومشي الفار ولقى حيوانات كتيرة في كل مكان لكن الحيوانات دي جوه أقفاص مش ماشية كده لوحدها ولا ماشية براحتها وكمان في ناس ماشيين جنب الحيوانات دي أطفال بتلعب بالبلالين وناس بتجري وناس بتلعب وناس قاعدين استغرب الفار وبعدين ميشي تاني ميشي ميشي لغاية ما وصل لأفص كبير قوي والأفص ده قدر يدخلوا الفار علشان هو صغنطوت قال الفار أنا هستريح بقى شوية حينة شكل الأفص ده كبير بس حاجة غريبة إزاي أفص كده وإزاي أنا في الغابة الغابة دي شكلها غريب قوي وفجأة يا أصدقائي لأ جنبه قفات كبير إنت مين إنت؟ أده أنا الفار إنت شكلك ملك الغابة لا أنا مبسوط قوي أنني شفتك يا ملك الغابة ملك الغابة يا إنت فكرتني بأيام زمان أنا فعلا كنت ملك الغابة لكن دلوقتي دلوقتي إيه؟ أنا أنا عارف أن أنت الأفد يعني ملك الغابة كل الحيوانات بتحبك وبتحترمك هنا في الغابة إنت فاهم إيه؟ إنت مش في الغابة إزاي؟ أنا شفت كل الحيوانات أمر إحنا فين؟ إحنا في جنينة الحيوانات يعني إيه؟ إنت ما سمعتش قبل كده عن حضيقة الحيوان أيوة أنا سمعت عنها فعلا مش دي اللي بيروحوها الأطفال والكبار والصغار علشان يلعبوا بيشوفوا الحيوانات أيوة فعلا أنا سمعت عنها الحيوانات بيكونوا محبوثين إيه ده؟ يعني أنا دلوقتي محبوث في الغابة دي؟ أه أضيف حضيقة الحيوان دي؟ إزاي؟ إحكيلي إحكيلي يا ملك الغابة إنت مصمم تقولي ملك الغابة وتفكرني بأيام زمان إلا أنا مش قادر أعيشها دلوقتي أنا محبوث هنا في حضيقة الحيوان وما بقتش أشوف الحيوانات إلا من بعيد وبيجبوا لي الأكل وقت ما هم بعيزين وبيشوفوني الناس من بين الأسوار آه كانت أيام جميلة أيام ما كنت في الغابة بقدر أمشي في مساحة كبيرة زي ما أنا عايز وشوف كل حيوانات الغابة وكانوا بيسمعوا كلامي أنا مش عارف أقولك إيه؟ أنا حزين قوي علشانك لكن ما تزعلش أكيد كل الناس بتحبك وكل الحيوانات كمان بيحبوك وأنا بحبك يا أسد وأنا هحاول أساعدك أكيد أوه فعلا يا أصدقائي فدل الفار يمشي مين وشمال ويفكر يفكر ويقول يا ترى أقدر أساعد الأسد إزاي؟ أعمل إيه؟ الأسد دلوقتي متضايق وزعلان علشان هو فحديقة الحيوان مطلعش نوع في الغابة أنا لازم أفكر وافتكر الفار يا أصدقائي أن كان فيه رجل طيب ساكن في البيت اللي هو كان عايش في الفار في الجحر بتاعه وقال أيوة دي فكرة حيلة فيه فعلا راجل طيب كان عايش في البيت اللي أنا كنت فيه وكان دايما عارف إن أنا موجود وبيثم لي فتفيت أكله علشان أكلها كان بيشتغل هنا في حديقة الحيوان أنا لازم أدور عليه واروح له وأكلمه وفعلا يا أصدقائي الفار فضل يمشي في كل مكان في حديقة الحيوان علشان يلاقي الراجل الطيب اللي ممكن يساعده ويحلله مشكلته ومشكلة الأسد كمان وفعلا أيوة لقاه الحمد لله رحله الفار بسرعة جري جري وفضل ينادي عليه أرجوك أرجوك سمعني لو سمحت لو سمحت إيه ده مين الفار إيه اللي جابك هنا جيت هنا إزاي ده الطريق طويل والعربيات كانوا كتير قولي أساعدك بإيه فار أرجوك في مشكلة كبيرة الأسد عايز يعيش في الغابة لو سمحت تعالى نروح الغابة كلنا إزاي ما ينفعش إحنا هنا في حديقة الحيوان وما ينفعش أي حيوان من الحيوانات يخرج منها خالص إزاي طب هنعمل إيه الأسد متضايق وذعلين جدا ونفسه يروح الغابة آه طيب سبني أفكر يومين وهشوف حل أكيد وكلنا هنساعد الأسد أو فعلا يا أصدقائي راح الفار وهو مبسوط وسعيد وجري علي الأسد وقال له يا ملك الغابة يا ملك الغابة آآآآآآآآآآآآآآآآآ Harbor تاخدوا مني تاني الأمل في اللي جدير ما تقلقش إن شاء الله ربنا هيحل لك المشكلة دي وكلنا هنعيش في الغدى سوا وعد يوم واتنين يا أصدقائي وجي الراجل الطيب وراح للفار عند بيت الأسد وقال له يا فار تعال تعال بسرعة جيري بسرعة عليه الفار وكان فرحان احنا لقينا حل للمشكلة دي ازاي بجد يعني هنروح لغابة لا احنا مش هنروح لغابة احنا اتفقنا مع إدارة جنينة الحيوانات هنا إن احنا هنغير في شكلها ونغير في كل الحاجات اللي موجودة وهنشيل الأقفاص دي وهنحط بدلها إزاز يكون قوي ومتين يفصل ما بين الحيوانات وما بين الأطفال الصغيرين لأن ممكن الأطفال يأذوا الحيوانات فرح الفار وكمان الأسد كان سامع الكلام وكان فرحان وكان نفسه يتحقق الكلام دوت وهو كان مستني يوم بعد يوم كان بيتغير فيه المكان اللي عايش فيه الأسد والفار وكل كل الحيوانات وكانوا فرحانين التغيير اللي حصل وعدت أيام وراء أيام ودلوقتي خلاص المكان كله بقى شكله زي الغابة بالضبط كانوا فرحانين الحيوانات وفرح الفار النفعد الأسد وكان مفسوط إنه بقى عايش في الغابة اللي هي حديقة حيوان وكمان الأطفال كانوا فرحانين إنهم قريبين أكتر من الحيوانات لكن الحيوانات مش هيئذوهم ولا الأطفال كمان هيئذوا الحيوانات وكانت الغابة كبيرة وجميلة وحديقة حيوان لكل الناس تقدر تيجي تزور الحيوانات الجميلة وتأكلها كمان ويكونوا كلهم فرحانين ومفسوطين وإحنا كمان يا أصدقائي هنكون شطرين ومؤدبين ولو قدرنا نساعد غيرنا هنساعدهم زي الفار مساعد الأسد وما بقاش الأسد زعلان وكمان ما ينفعش نخرج زي الفار ما خرج ومشي وسط العربيات وكان الآن لأ إحنا شطرين وما نسيبش إيد ماما ولا نجري ولا نخرج لوحدنا ولا نروح أي مكان إلا لو معنا بابا أو ماما أو إخواتنا الكبار وكمان نحب إخواتنا الصغيرين والكبار ولما نروح حديقة الحيوان نكون مفسوطين وفرحانين ونلعب لكن محدش فينا يأذي حيوان أبدا أبدا وتوتا توتا خلصة الحدود